اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وماذا أفعل؟ تبحث عن شخص يحل لك هذه التلاصم وهل خلق الله أحداً يستطيع أن يقرأ هذا الخط؟ علينا أن نفكر آه وجدته من هو؟ الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يقرأ خط ياسين السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله من فضلك اقرأ لي هذا الكشكول أتقصد الرشدة التي في الكشكول؟ لا أقصد الكشكول نفسه وما لي أنا بالكشكول؟ فيه دروس فاتتني وزميلي خطه سيء جداً وأنت صيدلي وتستطيع أن تقرأ رشدات للأطباء أصحاب أسوأ الخطوط أعطني الكشكول تفضل ياه إنه خط سيء فعلاً زميلك هذا سيصبح طبيباً في المستقبل هل ستحل لي طلاصم خطه؟ سأحاول عمر ياسين كيف عرفت أنني هنا؟ أمك قالت لي عرفت أنك ستذهب للصيدلي حتى يقرأ عليك كشكولي أهذا هو صديقك؟ صاحب الخط السيء؟ نعم إنه هو لقد فقت بسوء خطك كل الأطباء الذين تأتيني الرشدات منهم هذا جزائي يا عمر أتعب وأنكل لك الدروس وأنت تسخر مني سامحك الله ياسين غضب مني مرة أخرى وكان قد سامحني بصعوبة على خطأ السابق في حقي أنت لم تخطئ هذه المرة حقا؟ نعم هو الذي أهمل وكتب الدروس بخط متعجل وغير مقروء لا يريد أن يعترف بذيل لابد أن يعترف بخطأه حتى يصححه وكيف أساعده مثل ما ساعدني من قبل؟ تذهب إليه في بيته تطيب خاطره وتعطيه هذه الورقة وماذا في هذه الورقة؟ حديث نبوي شريف علينا جميعا أن نعمل به هيا دكتور هل استطعت أن تقرأ شيئا؟ للأسف الخط سيء جدا ياسين عمر كيف عرفت أنني هنا؟ ذهبت إلى بيتك كي أصالحك فقالت لي أمك إنك في الصيدلية انتظرني بالخارج لحظة ماذا تفعل هنا؟ أتاني لأقرأ له خطه السيء أنت أيضا لا تستطيع أن تقرأ خطك يا ياسين ولا أنا هل عدت لتسخر مني يا عمر؟ لا والله أتيت لأعطيك هذه الورقة كي تعمل بالحديث الشريف الذي بها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقن الإتقان يا ياسين الإتقان في كل شيء ولكن خطي ليس جميلا ليس المهم أن يكون جميلا المهم أن يكون مقرؤا تقبل الله يا عمر تقبل منا ومنكم إن شاء الله قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه الحمد لله ماذا تحمل في يدك الآن؟ هذا أول كتاب ألفته في حياتي التاريخ الكبير الكتاب الذي كتبته في المدينة المنورة وأنت في الثامنة عشرة وفي الليالي المقمرة بجوار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وجمعت فيها أربعة آلاف راو للحديث الشريف أعجب به أستاذ الشيخ إبراهيم بن المنذر وأرسل نسخة منه إلى العالم الجليل الشيخ الفريابي ومن هو الشيخ الفريابي؟ إمام كبير كان أعلم علماء الأرض في الحديث الشريف وقد قرأ كتابي وطلب من الشيخ إبراهيم أن أذهب إليه في الشام وصفرت إلى الإمام الفريابي في الشام؟ كانت رحلة طويلة وشاقة أمي أخي تركت المدينة المنورة في طريقي إلى الشام لألتقي بالشيخ الفريابي آمل أن أنهن من علمه قدر ما أستطيع وأشعر بحرج شديد وأنا أطلب منكما أن ترسل لي بعض المال على وجه السرعة خالد من أين أتيت بهذه الملابس؟ من التاجر يا أبي أعلم أنها من التاجر أنا أسألك عن ثمانها الحمد لله رزق الله واسع يبدو أنك تخفي عني شيئا خطيرا دعك من هذه الوساوس والتفرح معي بالبضاعة الجديدة سأذهب لأصلي العصر ثم أعود لأعرف منك الحقيقة الحقيقة؟ كيف سأقول له الحقيقة؟ السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حمدا لله على سلامتك يا خالد هل التقيت بأخي محمد في المدينة المنورة؟ نعم وأعطيته المال الذي سلمته لي ويشكركم عليه كثيرا وكيف حاله؟ حاله؟ بخير والحمد لله ألم يسلمك رسالة إلينا؟ رسالة شفوية يدعو لكم بالخير ويصيك برعاية أمك لقد وفرت له بالفعل مبلغا آخر ولكني لا أعرف كيف سيصله لي صديق سيسافر إلى المدينة غدا وهل تثق به؟ بالطبع كأنه أنا تماما ها أنا قد وصلت الشام الحمد لله رب العالمين اللهم قدر لي فيها الخير ويسر لي سبيل العلم وأخرجني منها سالما غانما بفضلك يا كريم أما هذا الحديث فقد حدثنا به سفيان عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة ما لكم تنظرون إلي هكذا؟ يا شيخانا إنها المرة الأولى التي تذكر لنا رواة الحديث بكنيتهم وليس بأسمائهم أردت أن أختبركم لأعلم هل تعرفون الرواة بالكنية كما تعرفونهم بالأسماء أم لا ترجمة نانسي قنقر